اشتركوا في القناة حيث انطلق على بركة من الله وحفظه شوطنا العاشر والخاص لسن القعدان الاجذاع من مسافة الستة كيلو مترات ابدأ بداية مع مقدمة الشوط لكي يتابع من يحتل المركز الاول في هذه اللحظات مجد لهجن الغرفة يتقدم في هذه اللحظات على اول الاسماء يقدم لنا مجد في عملية التضمير المدهش سالم بن عامر المدهوشي مقدما لنا مجد على المركز الاول بينما المركز الثاني وتابع واراقب الحضور من يتدخل وينطلق بدوره الى المركز الاول في هذه اللحظات النحاوي بشعار هجن المرقاب خميس بن سعيد الزرعي من يقدم لنا النحاوي في عملية التضمير بينما المركز الثالث اجد الحضور والانطلاق من قبل لبصير في هذه اللحظات يتقدم وينطلق من المركز الثالث الى ثاني الاسماء يتقدم بشعار هجن الشحانية والصام الفاران بن محمد بن قريع المر مقدما لنا لبصير على مستوى المركز الثالث المركز الرابع اتابع الحضور والانطلاق على رابع الاسماء لكي يراقب واتابع هناك عساس من ينطلق ويتقدم على المركز الرابع بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية هو المقاء القائد ومن يقدم لنا عساس في هذه الانطلاق وينطلق عساس على المركز الرابع بينما المركز الخامس اجد الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من قبل الشعارات الحاضرة والاسماء الواصل وصل في هذه اللحظات كفو لسعادة الشيخ اسعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني يقدم لنا كفو في عملية التضمير هنا أحسين بن محمد بن سالم آل سفران المري مقدم لنا كفو على مستوى المركز الخامس هكذا هي النتيجة للخمس الأسماعي الأولى للخمس المراكز المتقدمة في هذه الانطلاق في هذه التحديات في هذه التحديات وفي هذه الإثارة الأصيلة في على أرضية ميدان التحدي العودة وين العودة وين العودة بعدما أتممنا على مسامعكم نداونا الأول هناك إلى المركز الأول إلى من يقود هذا الجمع الغفير إلى من يقود هؤلاء الأبطال ينطلق النحاوي النحاوي لهجن المرقاب القادم في هذه اللحظات بانطلاقته وإنجازات هذا الشعار هجن المرقاب يقدم لنا النحاوي في عملية التضمير الغوشري خميس خميس بن سعيد بن صالح الغوشري من يدفع لنا بالنحاوي على مستوى المركز الأول المركز الثاني أتابع الانطلاق والحضور من شعار هجن الغرافة من يتقدم مجد لهجن الغرافة على ثاني المراكز يقدم لنا مجد على ثاني الأسماء المدهش في هذا العالم في هذا العالم الكبير المدهش في عالم الأصالة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي ولكن من غير وانطلق في هذه اللحظات وانضم إلى خضم المعركة وانضم إلى خضم هذه الأسماء الكبرى تت يتقدم عساس لهجن الشحانية يتقدم في هذه اللحظات المشاغب مقدم لنا عساس من تحرك وانطلق من المراكز الخلفية من المركز الرابع قادم إلى المركز الأول مباشرة المشاغب يعلن الحضور المشاغب محمد بن خالد العطية يعلن تواجد هذا الشعار الكبير هجن الشحانية على أول أسماء المركز الرابع أتابع في هذه اللحظات الواصل والمنطلق من يتقدم لبصير على المركز الرابع لينطلق بشعار هجن الشحانية يتقدم الصامل هنا فاران بن محمد بن قريع المري مقدم لنا في هذه اللحظات لبصير على مستوى المركز الرابع بينما المركز الخامس أجد الوصول أجد الانطلاق على خامس الأسماء من يتقدم على المركز الخامس برزان هنا ينطلق أو هنا الحضور والانطلاق من قبل لوسيل لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا لوسيل على المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات الشبل أول ندال لوسيل على المركز الخامس العودة يا متابعين لا فاضل العودة يا مشاهدين الكرام إلى عساس إلى عساس وإلى شعار هجن الشحانية هذا العناب الخطير هذا العناب الكبير ينطلق في هذه اللحظات عساس ومن يقدم لنا عساس المشاغب محمد بن خالد العطي الذي ما أخذ من الرموز وانتزع من الرموز الكبرى ينطلق المشاغب على أول الأسماء المركز الثاني النحاوي من ينطلق النحاوي من يتقدم على ثاني الأسماء هجن المرقاب خميس بن سعيد الغوشري من يقدم لنا النحاوي غير في هذه اللحظات وانطلق إلى المركز الأول المركز الثالث أجد الحضور والانطلاق في هذه اللحظات من قبل أصيل أصيل هجن الشحانية المشاغب القادم محمد بن خالد العطي وبرزان على المركز الرابع ليتقدم بشعار هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل والمركز الخامس لوسيل هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع خامس الأسماء العودة إلى النحاوي ولكن أصيل أصيل بدمايه الأصيل ينطلق مع المركز الثاني مر مرور الكرام مر وعبر إلى بر الأمان أنطلق أصيل أنطلق أصيل بدمايه الأصيل بانطلاقة الكبار ينطلق في هذه اللحظات سلام يا المشاغب سلام هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطي مية على مية مية على مية يا أبو خالد أنطلق مقدما لنا أصيل في هذا الانطلاق الأصيل في هذا الانطلاق القوي والكبير سلام يا أصيل سلام سلام عن نابي سلام سلام يا المشاغب سلام تهاني نوال في مبروك لهجن الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثاني كان الوصول مع ثاني الأسماء برزان لهجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عكيل المركز الثالث وصل زعفران لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المركز الرابع لوسيل لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري المركز الخامس وصل النحاوي لهجن المرقاب خميس بن سعيد الزرعي إذن تهاني نوال في مبروك لهجن الشحانية وإلى جماهيرها وإلى المشاغب من قدم لنا أصيل في هذا الانطلاق الأصيل وفي هذه اللحظات تسع دقائق واحد وثلاثين ثانية وجزءا وحيدا من الثواني هو توقيت أصيل قاطعا خط النهاية المركز الثاني كان الوصول مع ثاني الأسماء مع برزان لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل من قدم لنا برزان تسع دقائق ستة وثلاثين ثانية وجزءا وحيدا من الثواني ليأتي على المركز الثالث زعفران لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المري ستسع دقائق ستة وثلاثين ثانية واحد وستين جزءا من الثواني هكذا مشاهدين متابعين الكرام انتهى شوطنا العاشر وشوطنا الحادي عشر ينطلق بحفظ من الله ورعايته وبصوت الزميل مسعود بن سالم أو بصوت الزميل الوليد بن محمد الغامدي بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الأفاضل متابعين لعزة في كل مكان التواصل مستمر الأشواط متواصلة وتحديات تتبعين